السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. تعالوا شوفوا النهاردة هنعمل ايه في الروتين بتاعنا? بتاع يوم في حياة واحدة صعادية. هنشوف اه حياتهم بتبقى هل هي عبارة عن حياة كلها طراب وحاجات كده ملهاش اي تلفيل لازمة. لا هنشوفوا النهاردة اه حياة واحدة صعادية من المينيا. اه ياريت شوفوا الفيديو بتاعي يشترك في قناة ويفعل الجرس. فضلا وليس امرا يا جماعة. اه النهاردة هنعمل الروتين في الشقة بتاعتي. انا هستخدم اللهلوبة وهستخدم اللي هو منظف الازات ومعطر واندي الحاجات الاختنية البيضة دي. اول حاجة هبدأها ان انا ههلس الشقة كلها وهنفض الحيطان. وبعد كده اه طبعا انا علشان مش ظهرة مش عاوزة ان انا اصهر وشي وكده. اه فايه اه هلست وانا مش معاكو يعني مش فتحة الكاميرا وكده. وحاليا نفضت شبابيك البلكونة. وهبدأ ان انا اه يعني ازبطها حتة حتة كده. واشيل منها كل الاتريبة. وبعد كده هبدأ ان انا اكنس قطل صفرة. وهنشوف مع بعض. اول حاجة زي قبل ما انا افتح لكم الفيديو انا كنت منظفها النيش يا جماعة. بحيث ان فيه عواصف جات اه عندنا في السعيد وكان فيه تراب وكان فيه مطر. فكان لازم ان انا انفض وازبط النيش. انا ما غسلتوش انا بس مسحت الارفوف. وصورته لكم. بعد كده هجيب ميا فيها بريل. وهبدأ ان انا امسح القط البلكونة. اللي هي اللي انا حط فيها الصفرة. كويس جدا جدا. وتاني مرة هجيب جردل في ميا هحط فيه معلقة لهلوبة. لهلوبة دي يا جماعة يعني منظف متعدد الاستخدام. هتستخدميه في تنظيف الابواب وتنظيف الشبابيك وتنظيف الارضيات. وممكن تستخدميه في غسل الالمونيا بتبقى حلو جدا جدا. وغسل الحمامات آآ وسعره مش غالي. آآ السعر بتاعه اعتقد واحد واحيان بيبقى واحد وعشرين واحيان بيبقى سبعتاشر ترتاشر على حسب العرض بتاع الشهر. آآ دي طريقة سهلة جدا للتنظيف. آآ ده الروتين بتاعي كان الساعة تمانية الصبح. فابدأ ان انا انظف. واصبت بيتي. انا مش عارفة مين هيجي. مش عارفة معرضة ان في اي وقت حد يدخل. والكلام ده. آآ طبعا آآ حياتنا في السعيد بتبقى حياة مختلفة عن حياة المدن. آآ حياة المدن بتبقى يعني حياتهم بتبقى افضل من حياتنا. لكن الحمد لله على كل حال آآ برضو السعيد مش وحشة. لا جميلة. جميلة بالحب وبالتعاون. وبالناس اللي بتحب بعضها والعائلات المتربطة ببعض. آآ كمان حاجة تانية. آآ كل واحد في السعيد بيبقى ليه جران وليه حبايب. وليه اهل وليه قريب. لكن في المدن يعني بتبقى كل واحد في حاله. بس مش معنا كده ان احنا مش بنسافر ورا بنروح المدن. لا بنسافر وبنطلع وبنخرج وبنتفسح في كل حاجة. بس كل الحكاية من الصعيد دايما آآ عندهم عادات آآ عندهم تقليد عندهم حاجات ربطاهم يعني ما ينفعش ان انت تطلع لوحدك ما ينفعش ان انت تخرج لوحدك آآ كمان حاجة تانية الواحدة وهي متجوزة بتبقى العيون عليها آآ في نظافة بيتها في نظافة اولادها في تلبيت اولادها في كل الحاجات دي. فاحنا كستات بيوت يعني لازم ان احنا نحافظ على نظافة بيتنا. ده جماعة البرويس ده بتاع الاز كان مفروض فوق البوفي بس انا علشان المساحة ديقة ما عملتش بوفي. ود الاوضة بعد ما مسحتها اول مرة همسحها تاني مرة وهوركه بعد ما مسحتها. الببان دي شبابيك المفروض ان انا اجيب لها حاجة خشب. حاجة للخشبي بس انا مش باستخدم من ساعة ما اجيبتها بقالي تلات سنين. مش باستخدم غير الجلاسس ولا قشر ولا اي حاجة. وبيبقى فيه لمعة غريبة الشكل لما تستخدميه. حاجات مش مكلفة وحاجات ممكن تجيه بمنتج واحد تعملي بيه كل حاجة في شاقتك. آآ باذن الله تعالى آآ كل يوم كل يوم كده آآ شجعوني وباذن الله كل يوم هعملكم فيديو جديد فيديو تشجيعي وفيديو روتيم فيديو اكلات مهمة آآ اللي هو ان انت من الاخر هتدلعي بيتك وهتدلعي اولادك وجوزك. آآ طبعا الاقباط بتاعت الببان دي. آآ طبعا لازم ان هي تتمسح ولازم ان هي تتنظف علشان طبعا دي كل ايد بتمسكها وعلشان خطر الوباء وعلشان خطر المرض المنتشر. لازم نخلي بالنا من اولادنا ومن آآ ناسنا اللي احنا بنحبوهم. آآ تاني حاجة يا جماعة في في الحاجات المهمة بتاعت التنظيف. الكلور الخام. الكلور الخام ده جميل جدا جدا في التنظيف. آآ انت تحطي حبة كولور على على فوطة. وتبدأ تمسح المقابط بتاعت آآ ابواب. تمسح الحاجات بتاعت الانارة. تمسح آآ الحوافي بتاعت الابواب ازاي انا بعمل كده. كل ده يا جماعة هتلاقي بيت الجميل بازن الله. ومنظم قدنيش بعد ما خلص طبعا. اللهم بارك جميل جدا. ودي آآ دي انا مسحتها تاني مرة باللهلوبة. وبعد كده فرشتها. ومسحتنا الازاز بتاع البوفي زي ما انا قلتلكو. ودي هلستها من فوق بوري لكو انا ان انا عملتها كلها. آآ الاوضة دي كانت هي لما طلع على بلكونة. آآ فكانت مطربة جدا فكان لازم انها تتمسح مرتين. هنجيب خطوة بسيطة كده في الكراسي بتاعت الصفرة. طبعا انا نفضتها. بعد كده هرش لها معطر. علشان تبقى ريحتها جميلة جدا. يعني دايما الفرش بيعمل ريحة. آآ لا دايما تحطي حبة المعطر كده على الحاجة. اي حاجة عندك متنجدة او كابوتنية عادي زي الجلد كده. ترش عليها معطر. ترش عليها جلاسز اللي هي الكابوتنية الجلد. آآ لكن ده معطر وتمسحيه بحطة وماشى آآ بيضة. طبعا هنا كان فيه بقعة بنتي عاملاها. فانا هشيلها واردك هشيلها بايه بمكون واحد بس. اللي هو الجلسز ده بيشيل اي بقعة واي رواسب في الفرش. آآ هتشليها طبعا. انا مش عاوزة ان انا يعني اقول لكم في حاجة لحاجة وفي حاجة لحاجة. لا يا جامعة انت ممكن تجيبي منظف واحد. ولو مش عندك الجلسز الخل. الخل افضل حاجة لمسح الازاز خليه مية. وممكن كمان الجرايد. ورق الجرايد. بيخلي برضو المريات تخفى. بعد جدا هبدأ ان انا امسح الرجل بتاعت الكراسي. وانضفها. النظافة الواحدة يا جماعة بتبان في كل تفاصيل بيتها. في كل التفاصيل. بتبان في اولادها. وبان في نفسها وفي جوزها. كل حاجة. اهم حاجة النظافة. واهم حاجة الواحدة تكسر الملل. كلنا بنبقى بيجعلنا فترة ان احنا مللين اللي احنا مش عايزين نعمل اي حاجة. بس في الوقت ده معرض ان اي حد ييجي الشقة بتاعتك ويشوفها. سواء نضيفة او مش نضيفة. فلازم نعمل حسابنا لكل ده. انا طبعا مساحت الازاز بتاع الترابيزة هو زي الفل. واد المفرش بتاع الترابيزة بتاعي. انا غسلية ومزبطة. هبدأ ان انا افرشه. وهوريك السوق الفيديو للقوضة بعد ما تفرشت خالص. البوكس ده بتاع الهدية كان الجوز يجاب لي فيه هدية. فانا محتفظة بيه. آآ طبعا طلعت الهدية وخليته محتفظة بيه. هنا انا شايلة فوسط الورد علشان ما تتكسرش وفي حاجات شايلة طبعا. علشان بنتي بتحاول ان هي تشيل كل حاجة. وفي حاجات بتلفت انظارها زي الالوان والكلام ده كله. فهبدأ ان انا اشيله. آآ طبعا السعيد يا جميل يا يا جماعة. السعيد جميل جدا. مش وحش ومش يعني مش زي ما الافلام بتطلعوا او زي ما فيه بعض القنوات في اليوتيوب بيطلعوا. لا السعيد فيه نظافة وفيه حاجات جميلة جدا. اه نعم فيه بيوت آآ في ناس في السعيد اللي هي انا من المانيا. لكن فيه ناس في انا وفي ناس في سوهاج وفي بس انا اصلا المانيا دي عروس السعيد. بنعمل حلويات وبنعمل اكلات. ومشيين مواجبين الموضة وكل حاجة. كل حاجة بنعملها زي الفل. انا هنا دخلت الصالون. هبدأ ان انا انظفه. كل حاجة في شقتي انا عاملها تركي. هبقى يعني ان وانتو بتتفرجوا كده معايا هتبقى نزام زي الجولة كده في الفرش والحاجات. آآ انا متجوزة من تلات سنين. آآ عندي بنوطة. اتمنى تشرفوني في قناتي. واتمنى آآ تدخلوا عندي. وتشوفوا كل جديد. آآ بجد مش هتساقوا لا هتملوا. آآ ربنا يا رب يكرمنا وكرمكم ويوسع رزقنا ورزقكم. دي اللهلوبة يا جماعة مكون مادة لونها ابيض كده. آآ دي طبعا انا حطها في مية المسيح زي ما انا قلتلكو. آآ وهبدأ ان انا ادوابها كده بايدي علشان تدوب. دي اللهلوبة دي حاجة لو جربتها مرة مش تستغني عنها. كمان في حاجة تانية الحاجات بتاعت الابواء البتجازات الحاجات بتاعت البتجازات بتبقى جميلة جدا جدا لما تخسليها بيها بتبقى حلوة فعلا يعني. انا هو مسحت وخلصت. آآ دي تاني مرة طبعا همسح القوضة انا بمسح اي قوضة مرتين. ده بيبقى محتاج ان هو يبقى يعني اقل موية بتباهم فيه. بس برضو لازم ان انا اهتم بنظفته. بعد كده هبدأ ان انا نفضت الكنبة دي وهبدأ ان انا امسح الحاجات اللي جناب اللي وراء الحيطة. وبعد كده همسح المراتب بتاعتها. كويس جدا. حاجات بسيطة يا جماعة وبتفرق في اي بيت. لازم تبقى ايدك في بيتك وييدك في شاقتك. مش هتخسري اي حاجة. آآ كمان آآ حاجة تانية. آآ معرضة ان اي حد زي ما قلتلك ان اي حد يجي لك. وهبدأ ان انا انفض كمان بائل الكراسي. يا رب الروتين يكون خفيفة على قلبكم. اكون ضيفة خفيفة. يا رب تشتركوا في قناتي واتفعلوا الجرس فضلا وليس امرا واشتركوا في القناة. علشان يوصلكوا كل جديد. وان شاء الله هعمل لكم حاجات لرمضان وروتين. رمضان قبل بازن الله الشهر ما يبدأ. كل سنة وانتوا طيبين. آآ وبصحة وسلامة يا رب العالمين. طبعا احنا قلنا للجلاصس ده هنعمل بيه كل حاجة زي ما قلتلكو في القط الصفرة انا مسحت بيه الابواب. فهبدأ هنا اعمل نفس الروتين في كل الاماكن. وهبدأ ان انا انضف كل حاجة. وهبدأ اعمل حاجات الانارة دي المفاتيح بتاعت الانارة. وعندي في قطة في قطة الصالون في عندي بابين. باب على السلم كده اللي هو باب لو مسلا في ديوف مع جوزي. آآ اولاده او اصحابه وكده. ممكن يدخلوا من الباب ده ويقفلوا الباب اللي برا فيبقوا منعزلين عن باقي الشقة. واللي فيها الشاشة دي قصاتكو دي. دي انا حطها كده ما صورتهاش. آآ يعني هي كانت نظيفة فانا ما نظفتهاش في مرة تانية بازن الله. هعمل لكو روتين وحاجات حلوة كتيرة جدا. ان شاء الله تستمتعوا بيها وهتعجبكو جدا جدا. وبرضه هنزلكو وصفات للبشرة والعناية بالجسم. وحاجات حلوة كتيرة جدا جدا. انا هو هبدأ ان انا تنظيف في الريسبشن. هبدأ ان انا انا اضفه آآ طلعت من الصالون. وبعد ما هخلصه بعد ما هينشفها في ريشو. وهرجع اصور لكم فيديو فيديو ليه كده يا بعد ما خلص. آآ طبعا انا اهو بدأت ان انا انفض في الشمس بدأت ان هي تطلع. وتاملى الدنيا يعني. فايه? فانا مش بفتحة انارة دي انارة الشمس. علشان انا عندي الشبابيك مش مفيمة. للاسف احنا قلنا للراجل فيمها وبعد كده جاء آآ ركبها. كان قبل الفرح بحاجات بسيطة. فما كانش ينفع ان الحاجة دي تسافر مصر وتتعامل تاني. آآ فهبدأ ان انا هو خلصت تنظيف او الكنبة وهبدأ تنظيف تاني الكنبة. عندي فيه تلات كنبات كبار. وعندي اللي هو الحاجة المتهبة دي هوريها لكو دلوقتي. بتبقى عبارة عن مراية وكورسين. دي آآ انا جايباها على اساس ان هي كده في الشقة وحاجة كلاسيك وحاجة جميلة بما اني شائتي كلها مدر آآ ومفروشها على آآ الحاجات التوركي يعني والالوانات التوركي. انا عندي قط النوم بتاعت لونها ابيض برضو انا مش مصورها معاكم. آآ علشان الخصوصية بس. آآ لكن باذن الله ان شاء الله انا ممكن آآ يعني انزلكو حاجات بسيطة منها اللي عاوز يشوفها. هنزلكو حاجات منها لونها ابيض في جلد وكلها مرايات. باذن الله في يوم كده من الايام آآ اكيد ان شاء الله هبقى انزلها لكم. وعند الصفرة لونها ابيض زي ما انتم شفتو. وده لون رماضي. والليفنج لونه لون الزيتي الحلو ده. وهبدأ برضو الخطوة دي مهمة جدا ان انت تعطاري. وبعد كده هبدأ احط الهلوبة في المية وهنبدأ نمسح مع بعض كمان. قد الصالون بعد ما تفرش وتنظف بايه طحفة جدا. وريحته جميلة. وحاجة جميلة جدا. والسجادة برضو ماشية مع الحاجات دي. آآ طبعا آآ ده فرشي يا جماعة وانا عروصة. آآ فرشي من ثلاث سنين. ودي شقتي انا عاملاها من ثلاث سنين. هبدأ ان انا اطف في النور وكده. وطبعا عطرت الشقة وعطرت الدنيا كلها. وده بس اختواقوا تطوئة خفيفة. اهد الكنسور اللي انا بقول لكم عليه يا جماعة. هو آآ كرسين متهبين. وعندك آآ المرية بتاعت الكنسور اهو. بس انا مش عاوز اروح هناك علشان ما اصهرش في اللي معايا في الكاميرا. آآ طبعا انا هلست اهو وعملت الدنيا كلها وزبطت الدنيا. كان عندي حبة مواعين كده في المطبخ بس حبة مواعين كبيرة شوية. فهبدأ ان انا اخسلها معاكم. آآ بص يا جماعة اول حاجة بنبدأ بيها غسيل الكبيات. طبعا وانتي بتخسل الكبيات في المواعين بازايك? هتحطي آآ نقطة خل. نقطة خل ابيض في الكبايات اللي تنضيف الكبايات. الازاز هيبقى معاك يلمع. غلط جدا يا جماعة انتو تحطوا كلور خام. غلط جدا. زي ما بقال لكم غلط جدا. وغير صحي اصلا. طبعا هبدأ ان انا اسلك الحوض وهبدأ ان انا اخسل باقي الكمية اللي معايا. انا بالصراحة معايا كمية كبيرة جدا جدا. فهبدأ ان انا كنت حاجات مليناها في الحوض فصفتها وشلتها وهبدأ ان انا اخسل حبة حبة لغاية ما خلص الكمية اللي بعيد. طبعا احنا كستات بيوت طبعا وكل واحدة مسؤولة عن بيتها وعلى نظافته وعلى جسها وعلى اولادها. لازم تبقى برضو محافظة على نفسها ومحافظة على شكلها ومحافظة على نظافتها. فان شاء الله هعمل لكم روتينات البشرة وروتينات لحاجات لنظاف شخصية. وهعمل لكم روتينات للحمام المغرب وحاجات كترة جدا جدا ان شاء الله بازن الله بس مستنيها منكم تشجيع. التشجيع ده يا جماعة بيبقى عبارة عن انت تحطي لايك وتحطي وتعملي سبسكرايب ان انت يعني تشتركه في القناة عشان يوصل لك كل جديد وبازن الله تشك دايين آآ هبدأ كمان ان انا اخسل الحفز ده بتاع البسكوت انا بحفظ فيه البسكوت او الكحك اي حاجة. فطبعا انا خلصت الكمية فابدأ ان انا اخسلها كويس جدا. واصف فيهم في الصفية بتحت الاطباق. آآ بعد كده دخلت قودة آآ بنتي. وهبدأ ان انا انضاف لها الهدوم بتاعتها. وارسها لها في الدولاب. آآ طبعا انا بلم الهدوم وبحطها على السرير في قودة بنتي. وهبدأ ان انا اطبق انا ما بحب الشكل الهدوم يبقى آآ مال المكان ومال الدنيا. فهبدأ ان انا اطبقها وازبط لها الدولاب بتاعها. بازن الله طريقة سهلة وبسيطة في الروتين. ويا رب اكون ديفة خفيفة عليكم وتستمتعوا بالروتين بتاعي. وبازن الله تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلوكم كل جديد يا جماعة. آآ ربنا يا رب يكرمنا ويكرمكم ويوسع رزقكم ورزقنا يا رب العالمين. ويخلي لكم اولادكم. وان شاء الله بيوتنا كلها تبقى جدنا بالردة وبالصبر وبالقناعة. آآ الواحد كل واحدة ما تبصش في حاجة غيرها. لا يا رب انا راضية ومبسوطة بالحاجة اللي انت اديتها لي. بس يا رب دمها علي. ما تقولوش غير كده. الزموا الاستغفار والتسكير دايما. آآ ان انتو في كل قوضة تنظفوها اعملوا روتين لنفسكم. ان انتو في عيز ما انتو بتنظفوا مشغولين. ما تنسوش العبادات اللي عليكم. استغفر ربنا وانت بتغسل الموعين. الحاجة بتخلص في سنية وتبقى منسية. اعملي روتين ليكي. آآ يومي في الزكر وفي النظافة في نفس الوقت علشان آآ لا تنسي دنيتك ولا اخرتك وتبقى منظمة بين ده وبين ده. طبعا الصلاة يا جماعة. الصلاة في وقتها آآ لو انت بتعملي حاجة والصلاة ازنت. لا سيب اللي في ايدك ويروح يصلي. الحاجة اللي في ايدك مش خطير. لكن الصلاة دي آآ يعني مكتوبة علينا وفرض علينا. احنا لو ما عملناهاش في وقتها وتأخرنا عليها فده هيعتبر زنب علينا. فلازم يا جماعة تحبوا بيوتك وتحبوا حياتك وان شاء الله بازن الله مش هحرمكم من الروتنات بتاعتي بس انا مش محتاجة منكو غير التشجيع. ان انت تحطي لايك وتحطي سبسكرايب القناة وتفعل الجرس علشان يوصل لكل جديد. وشكرا جدا يا جماعة على المشاهدة. ويا رب دايما اكون عند حصن ظنكم. آآ طبعا انا اهو آآ خلصت الدولاب بتاع بنتي خالص. هبدأ عندي كمية هدوم صغيرة كده بعد ما طلعت من الهدوم بتاعت كوب. فهبدأ ان انا احطها واخسلها مع السلامة واشوفكم في روتين جدين جدين.